السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اخوتي بتستجدل على القناة ديلكم استفاهم عام اليوم ان شاء الله غادي نتحدثو على الطريقة الصحيحة لانشاء حساب بايبال بدون اخطأ فاول حاجة اخوتي كان مشيو هنا يا كندخلو لجوجل كنكتبو بايبال بك كندخلو لهاد الاول هذا كندخلو هنا انقدوا واحد الاعدادات قبل ما نبدأ ونشئ الحساب بايش جينا ساهل فاش نبين ندخلو لدوني ديالنا اول حاجة كان بدلو الدولة كندخلو هناك كان حيضو فرنسا وكنديرو المغرب انه غاية طلعونا بزاف ديال الدول اهي المغرب ومن بعد كندخلو اللغة كنديرو العربية بايش جيكم ساهل بايش دخلو المعلومات ديالكم وما يكونش تماشي خطأ اوليش حاجة ودبا غاية عطونا الواجهة الرئيسية هي هي دي فاش نبدو نكريو الحساب ديالنا كندخلو هنا يا سيجل الشراك مجانا كيعطونا بيرسوني ولا بيزنس من طبعة الحالة نختارو بيرسوني لان انا شرحت لكم علاش في الدرس اللي سابق هنا كنديرو اسم الشخصي وهنا الاسم العائلي هذه المعلومات كاملين دخلت رأي وهمية نديرو نكست هنا غاية وانا يعطونا واحد البطاط شخص نعمرها باش يتأكدوا باننا را ماشي روبوت يعني باننا نرى انسان غادي نفريفيو هنا يا غادي دوزونا الواجهة الثانية اللي كنكملوا المعلومات ديالنا هنا لادا الدونيسانس تاريخ الزياد ديالك مثلا انا 12 5996 ما تنسوش اخوتي المعلومات يكونوا صحة هنا راقم البطاقة الوطنية كنديرو الراقم ديالنا ولا درس تايا هندخلو هنا يا لادرس افنيو شارع الجيش مثلا هنا غادي نديرو كازا هنا غا ندخلو تليفون ديالنا ضروري تليفون يكون صحيح لانهم من بعد كجي واحد اللي طب باش نفريفيو الكونت ديالنا بتليفون خصوص يكون نفس النمرة اللي عندنا اللي اخدام نبيع هنا هندخلو هاد الخانه هدي وغادي نرجعو لهاد الخانه تايا ونديرو اغري دبارة نشئت واحد الحساب في البايبات يعني غادي نزود دبار الاشنو خس نديرو من بعد ما نشئنا الحساب غادي نجول هنا يا وغادي نحاولو نكونفيرمو الحساب ديالنا عن طريق اه الايميل غادي نجول هاد الخانه هنا يا ونأكدو البرد الالكتروني ديالنا هنا غادي نديرو سند ايميل يعني هنا غادي نصفت لك احد الرسالة الى ايميل ديالك طبع تلحلنا هنا هاد الخانه اللي كتشوفو را عند ديالنا هر واحد ايميل وهمي ثم را غادي نجيكم في الايميل ديالكم هنا غادي ندخلو الموضباس ديالنا باش فتحنا بايبال باش تتأكدوا بانك نيت انت هو صاحب الحساب من بعد كنديرو كنفيرمي ايميل وهنا مبروك عليك را اكدتي الحساب ديالك بالايميل ديالك من بعد الخطوة اللي مهمة ومهمة بزاف هي ربط الحساب هنا عدنا اما كتربط البطاقة او كتربط الحساب البنكي شرحت لكم في الدرس اللي من قبل اشنو الفرق بيناتهم احنا اللي كي مهمنا هنا غادي نربط البطاقة البنكية من اللي غادي ندخلوه هنا يا غادي نعطيونا باش نعمروا المعلومات ديال البطاقة طبعا للحال ندروا الارقام اللي في البطاقة هنا غادي نزولونا نختاروه واش فيزا ولا مستر كارد هنا غادي ندروا تاريخ الانتهاء مثلا 1 2021 هنا كندروا رمز الحماية فيه ثلاثة جوال الارقام كيكونوا في دار البطاقة وهنا كندروا ربط البطاقة ومبروك عليكم را ربطوا البطاقة هنا غادي نبليكم البطاقة البنكية اللي ربطوا بالنسبة لي نانا مغايب اليوالو لان المعلومات اللي دخلت نتع البطاقة اللي قبل كانت وهميا باش نشرح لكم كيفاش تعمروا المعلومات من بعد كيصفتو لكم واحد الكود الحساب البنكي ديالكم هاداك الكود عبارة عن اقتطاع يعني واحد المبلغ اللي اقتطعوه لك من البطاقة وصفتوه لك باش يتأكدو من انك انت هو صاحب البطاقة كتشد هاداك الكود مثلا لقطعو لك السفر فاصيلة ثمانية وثمانين دولار كتشي كتكتب السفر ثمانية وثمانين هاداك الكود وولي كتكتبوني في البطاقة انتع تأكيد البطاقة وكتأكد لك الحساب مئة في المئة وكتولي البطاقة مربوطة مئة في المئة وكتبا هنا كان هذا هو الدرس ديالنا لا تنسى اخويا در اابوني فعل الجرس ودر جيم وبرتجي مع اخوتك واي واحد كان عنده شي تساؤل والاستفسار ما علي إلا يضعه في التعليق ديال الفيديو او لا يكون تكتيني في الحساب الشخصي ديالي فيسبوك او لا انستغرام اللي كينين في الوصف ديال الفيديو وشكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة